اهلا بحضراتكم مرة تاني خليني اقول له حضراتكم الخبر العاجل ده ومهم عشان نتطمن من خلاله يعني دخول جمهور الاهلي من بواباتي خمسة وسبعة لمركب محمد الخامس بشكل رسمي خلاص كده الازمة اتحلت بعد مجهود كبير جدا من ادارة بعثة الاهلي لحد ساعات قبل انطلاق المباراة وكنا شفنا كلنا كل الاحداث دي نجحت ادارة بعثة الاهلي وبالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية بالمغرب في التواصل مع مسؤولي كاف واللجنة المنظمة للمباراة في تخصيص بواباتي خمسة وسبع منفصلتين لدخول جمهور الاهلي ده امر مهم وفي ضوء المتغيرات والمفوضات التي تمت خلال الايام الماضية واستمرت حتى ساعات من قبل انطلاق المباراة نجحت ادارة البحثة في تخصيص مندرجات سكشن 13 وسكشن 15 ليكون اماكن محددة ومنفصلة ومنفصلة لجمهور الاهلي مهمة اوي الكلام ده مهمة اوي انها تكون منفصلة ويستعد الاهلي مواجهة فريق الوداد ان شاء الله النهاردة الساعة 9 بالليل في مركب محمد الخامس في نهاي دوري ابطال افريقيا وبالصورة زي ما حالتكم شايفين كده ده المدرج الخاص بجماهير النادي الاهلي بالبنارات بتاعتنا هي تحطت في اماكنها زي ما احنا كنا متفقين مع الناس وانحنا ما منتفق على حاجة ما منرجعش فيها ما منرجعش في كلامنا للأسف ممكن البعض بيغير كلامه شوية وحاول لي يعمل محاولاته ويصدر لك ازمات لكن المهمة بالنسبة لي ان خاص الجمهور بالبنارات بتاعته موجود في الاماكن المخصصة